اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الحكومية العراقية وهو يحكينا عن هذا الموضوع المدارس العراقية شنو الاهمال اللي موجود بها وشلون الحال اللي وصلت الى المدارس من تهالك الابنية وانعدام الخدمات وعدم توفير الاجواء الصحية اللي لازم تكون موجودة ومتوفرة للطالب حتى يقدر يدرس من وسائل اضاح ومختبرات اضافة الى دفاتر واقلام وكتب وقرطاسية تعاني البنية التحتية الوزارة التربية من النقص الشديد بعداد الابنية المدرسية وهذا الشيء بيناه وقلنا الاراق يحتاج تقريبا عشر تالاف مدرسة حتى يسد الحاجة اضافة الى ضعف ملاءمة المناخ التنظيمي والبيئة الدراسية بالمؤسسات التربوية والتعليمية هذا الشيء اللي ادى الى ضعف قدرة المدارس على استيعاب الاعداد المستهدفة من التلاميذ والطلاب ومن مختلف في المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والثانوية هذا الضعف ظهر وين ظهر عقب سلسلة الانهيارات الأخيرة اللي صارت بالمدارس بعد الأمطار الأخيرة خصوصا الانهيار اللي حصل بإحدى المدارس والسقوط السقف المشيد من مادة الساندويتش بانال بإحدى محافظات العراق تفرجوا يا ايا من وزارة التربوية هذه اليوم يتابع له إلى مدرس وصول الحق المختلطة اليوم 5 مارس 6 مارس 2023 بسبب الهواء الجوية التي تصاعدت به اليوم هذه تنبع نقاعد اليوم وبعد خمس دقائق نقوم بجواب الأمطار وبهذه الجوية المدذولة نرجم الصلفات المعنية التوفير لها البناء والبناء الى وزارة التربية وزارة التخطيط والبناء والصناعة الى هذه جميع من المسؤولين هذه يتشاهد ولاية الأمور كيف أنشئ وما تستطيع الحق بعد تخريبها من الدمار وعلى الرياح العالي ومطار الغزيرة اليوم تسببت به مدد صدر الحق المختلطة هذه الأضرار هذه الإدارة المخزنة الثانية مخزن كتب وصفوه وطلبه شاهد وتابع هذه الإدارة من فوق جدار دار الصدر الحق اليوم نشاهد ونعادي تخيلوا بال2023 مدارس العراق مبنية من تشينكو أو ساندويتش بانال لدرجة أنه مطار وهو طيارها إضافة إلى البناء اللي مبني اللي واقع داخل المكتب أو خارج المدرسة وبالساحة لا سامع الله إذا كانوا أكو طلاب وين يطون وجههم؟ هل أثناء اللي الناس دزت هذه الفيديوهات أو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي؟ عدنا مقطع ثاني يطلع بانهيار أحد السقوف بواحد من الصفوف المدرسية والدراسية على التلاميذ بمدرسة عبدالله بن الحسين في مدينة الناصرية بمحافظة الدقار بمشهد مأساوي وراد هذا السقوط أو الانهيار اللي صار بسقف هاي المدرسة أن يتسبب بوقوع ضحايا بين صفوف التلاميذ لا سمح الله خلونا نشوف اشتركوا في القناة جمعون بالساحة بالساحة جمعون تخيلوا المدرسة شنو الواصل بيها الأمر لدرجة أنه الثقف واقع أجزاء من عنده طالع الحديد واللي التسليح ما السطح أو ما السقف لدرجة أنه وقع إضافة إلى ذلك اللي طلعوا وصور لنا المكان داير حبل المدرسة كلها مفطر واقع أردس السؤال أبو مدير تربية ذيقار موافق الطلاب يداومون هنا بهاي المدرسة اللي هي مدرسة عبدالله بن عسين راح نبقى بالمدرسة حتى تعرفون شنو اللي صار بالمدرسة واللي شفنا من أدها اللقطات اللي فاتت قبل شوية بعد انهيار السقف واللي أحد المواطنين اللي خاصلنا اللي صار بالصف هناك برسالة صورها وصور لكم الانهيار وحجم الانهيار اللي صار بالصف الحمد لله والشكر اللي مجان أكوا طلاب أو قدروا يفلتون يطلعون من الصف خلونا نسمع احنا بأحد المدارس في محافظة الذقار وبالتحديد ناحية أور مدرسة عبدالله ابن الحسين هاي المدرسة اللي وقعت يوم عمس الوارحة بسبب الأمطار طبعا خرأوا يكم عمل الشركات مني نقول تكون شركات بها عمال مماثلة وبعدها عمال جيدة حتى تكون هي لها الأولوية اليوم هاي المدرسة قمت سؤال في لكم موضوحة هاي المدرسة تم تشهيدها بالألفين وخمسة يعني مدرسة عبارة عن بيت أنا الصورة ما يقارب عشر صفوف للأسف الشديد يعني العمل كل عمل سيء جدا والدليل هذا باوا نبع لكم باوا حسا هذا الشيش هل يعقل اليوم ما حد يقول لك هذا الشيش يعني صال لفد سبع طح السنة احنا ندري اخو مدارس ما زالت موجودة من الثمانينات او السبعينات وما زالت قوية ومدارس يعني رصينة جدا اما هذا العمل من بعد 2003 الناس اللي طمعت بالمليارات وبالأموال ما للشعب ويروح ضحيتها لطلاب المدرسة يعني اليوم العوائل مندز مندز ابناها للتعليم قامت تخاف عليهم المدرسة لا توقع قبل نخاف من الشارع نخاف من الدراء هسا نخاف من المدارس لا توقع او هاي نتيجته اذا انتبهتوا مشاهدين الكرام بهذا الفيديو يعني من طلع هذا الفيديو وحجه به اكو قضية طلعت بالفيديو اللي هي الاشياشة اللي هنا هذا حجم هذا حجم ذن حجم هذا غير حجم يعني مجموعة معينة من الاشياش كل واحد يختلف عن الثاني بيبنون بيثقف ومن المفترض انه هذا السقف اللي مبنى بالالفين وخمسة مثل ما يقول مفروض انه هذا بناء حديث قل للشيشة الشون زينجر وشون انكسر وشون استلموا المدرسة وضبط المقاييس اللي موجودة بها البناء او النسب اللي استخدموها في بناء المدرسة نسب السمنت والرمل والحصو وغيرها 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 فحصتوها لو شلح وعبر البارحة طلعنا مدرسة مبنية بالخمسة وستين يقول لحد الآن لا شباتش هتبدل من الخمسة وستين لحدها اللحظة ولا الباب مالتها متبدل ولا كل شي بيها متبدل بس القفل اللي بالباب جديد بس المدرسة واقفة من الخمسة وستين للثلاثة وعشرين وحدها مبنية بالألفين وخمسة بزمن حكومات الديمقراطية هذا حالها الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على الموضوع وأول تعليق كانوا يا أنا من ثورة الثامر يتقول الانهيار في كل مفاصل الدولة حسبنا الله ونعم الوكيل بكل من وصل العراق لهاي الحالة المزرية خالد علي قل الانهيار ليس في سقف المدرسة الانهيار حاصل بكل جزء من منظومة التربية بكل مفاصلها أعزاب ومحسوبيات وصفقات والخاسر الأكبر التلاميذ وأبو أحمد يقول بعض المدارس في بلد أبو الميزانيات الانفجارية عبارة عن قبور مجانية جاهزة قبل أوانها حسبنا الله ونعم الوكيل ونور محمد تقول لا حول ولا قوة إلا بالله هكذا باتت دور العلم ونحن في القرن الواحد والعشرون هذا اللي كتبته نور وأدنى اتصال من أبو غريب أبو علي أبو علي أبو علي من أبو غريب تسمعني أبو علاوي يبدو أن أبو علي من أبو غريب ما جاء يسمعني نتمنى ترجع لنا إذا عندك شي تريد تقوله ويانا من كربلة مصطفى حياك الله يا مصطفى حياك الله السلام عليكم عليكم السلام رحمة الله وبركاته تحياتي لحظرتك ساد لصنا تكون موذكرة تحياتي إلك حبيبي أستاذ بس يعني عندي مناشدة يعني أثمنى شوية تطين الوقت بكافي قول أستاذة أنا أنا موثل لطلبة العشرة الأوال محافظة كربلة طبعا نعم أستاذ إحنا مناشدتنا بخصوص تعيين العشرة الأوال على الأبساء القانون أساسا يشبه أول عشرة بالتعين نعم قامت الحجة عام 2017 قانون 67 نعم أي عدم توفر الدرجات الوظيفية نعم لكن بعام 2017 نفسه للأسف صار تغيير أو هو بالأحرى التفاف بأحدى فقرات هذا القانون نعم وقلصوا العدد من عشرة إلى ثلاثة ودمجة والصباحة مع المسائل وهاي سنة نفسه تم تعيني الشهادات العليا اللي عددنا أحنا أمامهم لا شيء أساسا وإحنا ما نطعنا أي أهمية فأنت حضرتك مثل ما تعرف اليوم الموازنة تضمنت ثلاث سنوات رحنا يعني نتحملنا وتعبنا هذا ما يعني إجاب شيء هين واليوم يعني اليوم يطلع العاشر لآخر ترتيب ومو فرق عن الأول احتمال في الدرجات بسيطة نعم فإحنا نطالب من المحلولين ننصب هاي الشريحة اللي اجتهدت وفي الثالث عرضت إلى التهميش فأطافت فقرات هاي الموازنة تضمن تعيين عشر الأوال على الأقسام وليس على الكليات أو الجامعات وعدم دمج الدرقة المسائية مع الصباح حتى نكون واضحين احنا تواصلنا مع النواب الساد ووعدونا بخير ونطلب منهم يكملون طريقه يعني ويوفونا بوعدهم لأن احنا قضيتنا وصفة للجنة القانونية أساسا بعد ما جمعنا توافيع فلايس نعم واليوم الحكومة يعني مسؤوليتها بالاستماع في كافة التخصصات ودرجاتهم العلمية يعني وشراح المجتمع بشكل عام نعم تأمر أخ مصطفى وأتمنى تتابع الحلقة قضيتكم كانت موجودة ويانا أنتو الأوائل أو البارحة والبارحة وأيضا موجودة ويانا بأحد ملفات هذه الحلقة تابعونا إن شاء الله ومناشدتك آني وإياك بيها وإن شاء الله سمعوك بيها المسؤولين أو اللي اللهم السلطة بهذا الملف وتابع الحلقة حتى تشوف كلامنا عن خصوص الخرجين الأوائل شكرا شكرا إليك مصطفى نروح إلى قضية ثانية نطلع من انهيار قطاع التعليم إلى انهيار واجهة من واجهات العراق اللي هو مطار بغداد اللي هو المنفذ الرئيسي للبلد واللي يعتبر واجه تخيلوا مطار الناس تنزل بي والطب والسياح يجون يطبون والأجانب لما يجي يشتغل بالبلد أول مكان يطب له المطار يدخل للمطار ويباوع مي المطار مغرق الصالات على الرغم أنه إدارة المطار مطار بغداد الدولي ادعت أنه هذا الشيء ما أثر على حركة الملاحة الجوية وما أصدرت توضيحات بهاي اللقطات اللي راح نشوفه هسه واللي تدلل على حجم الإهمال الحكومي لهذا القطاع الحيوي مطار بغداد الدولي قدامكم مطار بغداد الدولي مطار بغداد الدولي تخيلوا مطار بغداد الدولي ويطب لك أجنبي مثلاً من أي جنسية كانت مستثمر أو جايلي عمل أو سائح أو تخيل عراقي مغترب عايش بره وشايف العالم لو أن يوصل ونزل بمطار بغداد وشاف هذا المنظر شنو راح يفكر بل اثناء أصدرت إدارة مطار بغداد توضيح قالت بي أكو صور انتشرة الحمامات مطار بغداد وذكرة الإدارة ببيعها أنه باعوا لذكرتها راح أقرأ لكم يا بالنص مرة أخرى تطالعنا وسائل التواصل الاجتماعي بمعلومات مغلوطة وصور مجتزئة من الحقيقة لمآرب لا تعد عن الاستهداف الممنهج لواحدة من مؤسسات الدولة الرسمية حيث تداولت هذه الصفحات صور عن حمامات مطار بغداد الدولي المشمولة بحملة للتأهيل والتطوير والتي تقوم بها الهندسة المدنية في المطار هذا كان جزء من نص البيان اللي قالتها إدارة مطار بغداد الدولي ورما انتشرت صور للحمامات اللي موجودة بالمطار وقالت إننا في مطار بغداد الدولي وكأي مؤسسة حكومية أخرى نتعامل بالمعطيات الواقعية والضوابط المالية والإدارية ونعمل في الليل والنهار وتشترك معنا جهات حكومية مشكورة إذ تتداخل الأعمال وتتناسق الأدوار ليجد المسافر خدمة متميزة على مختلف المقاييس حتى هذه اللحظة البيان يخبل بإنقاط ماكو أحلى من عدهة لكن تعالوا نشوف بالصورة والصوت قبل ما أنتو تحكمون أو أنا أحكم على الحمامات اللي طلع على ضوءها هذا البيان اللي كانت بطور الصيانة مثل ما قالت إدارة مطار بغداد وأنه هي متاحة للاستخدام وأن الصور كانت مثابة فضيحة حتى تطلع إدارة المطار بالبيان اللي قرأنا جزء منه قبل قليل اتفرجوا أين المسافر العراقي لما تريد تطلع من بغداد وتروح إلى مطار بغداد الدولي حبيب قلبي بيدك علاقة أولاً لازم بيها بطل منظف من الحمامات اتشفوف اسفنجة ووصلة حتى تقدر تنظف الوساخة اللي شفتها قبل شوية رقم اثنين وياك درنفيس وسكول اسباني لأن الباب مكسر حتى تقدر تقفل على روحك تصلح الباب بإيديك حبيب قلبي ورجاء لا تصلحه وتحوفه مصلح لا صلحه وكمل شغلتك وماعرف شنو واطلع اكسره مرتل لأن الجماعة لا يردون يصلحه وسكول اسباني إذا لم يفتح البور يرى مزدود بشغلة وماعرف شنو حتى تقدر تصلحه لأنه إدارة المطار طلعت بيان وقالت أنها تطور الصيانة لكن إذا نرى أن المطار بغداد صار لها قرن ونصف لا يطاب لها طبعاً هذا الهمال مو بس في الحمامات لا يروح الغير مكان اتخيلوا الخطوط الجوية العراقية اللي كانت بيوم من الأيام وحدة من الشركات الرائدة عمل الطيران بالمنطقة العربية كلها وحدة من الشركات اللي كان بيها أساطير حديثة جداً وحدة من الشركات اللي كانت العالم تتمنى تسافر على متن الخطوط الجوية العراقية بس الأخ هنا مسافر من بغداد طالع رايح برحلة متوجهة من بغداد إلى الدنيمارك على متن الخطوط الجوية العراقية ولكن استغرب الأخ أنه ما طالع الدنيمارك نزل بالنجف خلونا نشوف نحن حاجز مباشر في مبغداد الكوبا هنا نص ساعة يقود القنافسة في مطار النجف والله شنو حتى يقبط عبرية أو مسافرين بدون أي سابق عندما يحج مفروض يقولون أنه إحنا راح ننزل في مطار النجف الدولي ماكو غبر غبر زين إحنا مشتريين تيكت مباشر مع التاخير ومع كل هاي الخطوط الجوية العراقية والله مهزنة يعني إلى متى أصب هاي يعني إلى متى يعني تقونيج يقمنى صوتنا يوصل إلى أصحاب الشعين بسم الله ونعم الوكيل يقول أنا مشتري تيكت دايركت مباشر من بغداد إلى كوبنهاجن بدني مارك لكن أنا نزلت بالنجف لأن الطيار يقول سنابط في مطار النجف الدولي حتى نقبط قولي تاتا هي تاتا من العلاوي طالع وطالع تقبط بالطريق قولي زين المضيف يفتح الباب ويصيح كوبنهاجن كوبنهاجن اركب زين إذا ما قبطت بالنجف الطيارة من النجف تنزل بالبصرة دا تقبط لكوبنهاجن زين بلا زحم أخوية الطيار إذا ما قبطت بالعراق تنزل بالأردن دا تقبط لكوبنهاجن أقولكم يعني مدى أفتهم الحال اللي دا يمشي بالعراق شنو لو يريد يسافر ترانزيت ترى أكو بالحجز بغداد كوبنهاجن بنص أكو نقطة ترانزيت أو نقطتين أكو ترانزيتين وتصير أرخص من الدايركت بس هذا الحال تلقوه بس بالعراق فالناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع وقالت علي الدباغ يقول هاي الحالة كانت تصير هواية تحجز من مطار إسطنبول المطار بغداد وتالي تلقى الطيارة تروح للنجف وراها ترجع البغداد ومن تسأل المضيفين عن السبب يقولوا أم يوسف العاني تقول نفس المعاناة حجزنا مباشر عن طريق شركة من بغداد إلى السعودية لأداء مناسك العمرة لكن فوجئنا بتوجه الرحلة إلى السليمانية لأخذ ركابه ومن ثم الذهاب إلى السعودية هذا يدل على فشل الخطوط الجوية العراقية بدربوش من تنزلي بسليمانية أخذي السجق وياج وغزوة يحيى تقول مع الخطوط الجوية العراقية كل شيء ممكن حدوثها فلا تسأل ولا تستغرب وضحك وحيدر العباد يقول حبيبي هاي الخدمة على مودك ليش تروح إيدك فارغة لدنمارك أخذ دهينة وتوكل فكانت هاي تعليقات الناس حول هذا الموضوع ويانا اتصال من اديالة هالة حياة شالة يا هالة السلام عليكم عليكم السلام رحمة الله وبركاته قريب أول طمناشة بعض القناة من السلام ان شاء الله فضلي ان شاء الله احنا العشر 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 الاوائل نعم نعم نطالبوا الناشد السيد السوداني نعم والحلبوس السيد الحلبوس نعم وللجميع عضاء الدجنة القانونية انه يعزنون قانون سفا ستين لشنة أبسين وثلاث نعم اللي اه اقتصر على سفا ستين الاوائل نعم قبل اقرار الموازنة وعدم تنجي باستين الصلاحي والمسائية نرجعنا يعني اتواصلون صوتنا انهم قبل اقرار الموازنة نعم ونكون لكم شاطرين وممنونين نعم نعم تدللين تدللين ان شاء الله وتابعي الحلقة الى الاخير انتم موجودين ويانا بواحد من ملفات هذه الحلقة وكنتم موجودين ايضا بحلقات مضاة البارحة شكرا اللي شهالة وان شاء الله ننقلها احمد من البصرة حياك الله يا احمد السلام عليكم السلام عليكم السلام سابعي احنا عشر لوائل ودنا مناشدة عبر البرنامج مالكم الفضل سابعي احنا كنا بقانون سبعة وستين مشمولين نعم في سنة الفين سواطعش تم عديد القانون ليشمل فقد الشلاشة لوائل معلوم نعم اي نعم اللي نتمنى بانه يتم ايصال مظلوميتنا عن طريق مناطقهم لانه احنا مظلومين والكل اليوم يدرون انه العشر لوائل اكثر شريحة سعبة تدلل فاللي اتمنى انه يتلقى صوتنا عن طريق قناتكم ويرجع حق المظلوم تدلل تدلل اخويا اشكرك تأمر تأمر اخويا احمد تدلل ابو شهب شكرا لك اخويا ونروح الى ملفنا الثالث وهو معاناة سواقل تريلات وسيارات الحمل ويالسيطرات الحكومية والاتاوات اللي تفرضها هاي السيطرات على سائقين هاي النوع من السيارات اللي تنقل بضائع يعني اولا نتخيلوا انه العراق كانت بصناعة كان بانتاج محلي وكانت بحالة من الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل الزراعية وبعض المنتجات الصناعية لكن العراق بعد عام 2003 لما جدت الديمقراطية الامريكية المعلبة على ظهر الدبابة الامريكية وسلموها الى الديمقراطيين من الاحزاب الاسلامية فاتخيلوا الحال بالعراق صار بلد لا منتج ولا مصنع ولا مورد صار مستهلك بدرجة مئة بالمئة فهو يستهلك كل شي زيان البضائع شون تيجيك على الدين والمصباح السحري ينقلك ياها بشقة تصبح أكيس باخرات طيارات وبر عن طريق السيارات الحمل اللي تنقلك هاي البضايا فاتخيلوا واحد ينقلك بضاعة حتى انت استفاد من أدهي وغيرك انا داعشي هسويا اللي يشتغل بالسيطرة او جنود التابعة لقوات الحكومية تخيل انه هذا اللي جايب لك بضاعة انت تستفاد من أدهي وأهل بيتك وقرايبك وباقي شرائح المجتمع تتعاملوا اياه بالصورة اللي راح يشوفكم ياها عدنا مقطع مصور هذا المقطع يبينلكم باعتداء مجموعة من الجنود الحكوميين على سائق سيارة حمل بالضرب بسيطرة التاجي شمال عاصمة العراقية بغداد بوسط مناشدات القائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم ومحافظ بغداد ان يدخلون حتى يضعون حد مثل هذه الانتهاكات ضد سائقي سيارات الحمل لانه هاي مو أول مرة ولا آخر مرة اللي يتعرضون إليه بمداخل بغداد خلونا نشوف شونسو علي وليا با 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 باشنسو علي وليا خطايا بلطرال با 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 حسبي الله ونعمل وكيل عليكم با 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 هذا التعامل مو جديد بهالأثناء سواء هذا النوع من السيارات التريلات وسيارات الحمل والنقل اشتكوا مثلا بلمبار بسيطرة 18 كيلو غرب المحافظة اتأخروا تقريبا أربعة ايام تعرفون ليش لأنجاز السونار عاطل قول لي جاز السونار هذا أبو القولف اللي يدور طوبات صاير مراقب خطة لأخ المهم ولا سبب السواق ناجدة وأن يسهلون أمرهم حتى يعبرون نشوف إلى محافظة الأنبار المحترم ومناشدة إلى قائد شرطة الأنبار المحترم نحن أصحاب النواقل عالقين بالسونار صارنا أربعة ايام السونار الثمنتعش غرب الرمادي قادمين من منفذ طريبيل الحدودي صارنا أربعة ايام واكفين السونار عاطل يقولون وإحنا أصحاب عوائل وهي كل السيارات وهذا الحمل كله يقع برقابنا وهي الحمل كله يقع برقاب السائر ومن ضرر من كل شيء يقع برقاب السواق الله وكيكم سيادة المحافظ شوفوا النحل رحمة الوالديك رحمة أهلك أنت وقائد الشرطة المحترمين على رأسي شوفوا النحل نحن نجي من منفذ طريبيل الحدودي نطب من نانا على السنار هذا غرب الرمادي منطعك غرب الرمادي ونرجع نطلع من سيطرة الشراء باتجاه سيطرة البريشة وعلى السريع متجهين البغداد وباقي المحافظات العراقية ما بهداع طبقتنا لي جاي إذا أنت جهازك عاطل أكو شيء اسم تفتيش يدوي هاي رقم واحد رقم اثنين إذا أنت جهازك عاطل السائق ما لا ذنب اللي شاي السيارة أو شاي الحمل أو شاي الخضرة أو شاي الفواكه أو شاي أي نوع من أنواع المنتجات ما لا ذنب أنه أنت تأخره لسبب لأنه أبو الآن اللي ينتظر البضاعة ماته ما راح ينتظره وما راح تغفر له أنه أنت أخرته لا راح يوقعه بغرامة وقاله تردون حال أتعث هنانا سيطرة الصقور اشتكى الأصحاب سيارات الحمل من تعامل المنتسبين بهذه السيطرة لأنه دا يفرضون أتاوات مبلغ من المال يا أما تدفع حتى أنت تروح تمشي على الشارع اللي مبلط اللي بيقير وإذا مدفعت هاي الفلوس تنجبر أنه تمشي بالطرق الترابية هذا الشيء اللي دا يسبب حوادث حوادث مميتة منها سبب انقلاب للسيارات وإذا انقلبت لا سامح الله البضاعة راحت والناس اللي بيها راحت والسيارات الوراها راحت روح فتخيلوا الوضع بالعراق هو هذا ديومغراطية يا هاي الديمغراطية ما لات Extreme يقول الصغور أصد على جمبر لماني جم أمة أصد عليكم يقول الله أكبر عليكم هاي واجهية بغداد يقول واللعب عليكم واللعب عليكم يا عمي لا حياء المنتنادي الله أكبر الله أكبر عليكم هاي هاي الصغور التلات التراب تلما الزبايل هاي الصغور هاي حملة العالم حملين بقوم الدفاتير هذا تالي سيارات العالم هاي طايلة على باب الله وعلى رزقها هي هاي تاليكم ولكم عمي شنو أنتو شنو من بشار شنو من أمي شنو من الدنيا أنتو دحج هاي الصغور هاي الصغور هاي صغور لوريات وحميل وأمه وقماريق وغيره وطالعين هاي هاي الصغور هاي ترايلات هاي ترايلات وواجهة هاي ترايلات هاي تاليها يا عمي والله بحسبي الله ونعم الوكيل عليكم ترى اللوري هذا مقلوب واللي شفتوه جوها هاي مبراميل هاي تايارات تطالع على الناس ناس لما شافت هذا الفيديو وغيره علقت على هذا الموضوع وأول تعليق موجود يانا من منصة فيسبوك صالح مطري يقول المفروض يصير بالعراق وزارة السيطرات بها وارد أكثر من ميناء وين ما تروح جبايات رسومات ضرائب غرامات نداءات أبو ترايلة يشتغل للدولة حسبنا الله ونعم الوكيل أبو ليثر رحالي يقول سيطرة الصقور أصبحت شارع الموت لسواق الشاحنات والغاية منها ابتزاز السواق محمد المنتسب بالسيطرة يوميتا مو أقل من مليون دينار قط لأن راتب قليل مليون ونصف ما يكفي تريد تعبر السيطرة ادفع المالات ادفت وياخذ لك تحية أما أبو عذراء العبيدي يقول حسبنا الله ونعم الوكيل على من ظلمنا فكانت هاي تعليقات الناس حول معاناة سائقي سيارات العمل بالسيطرات الحكومية من بغداد ليث حياك الله يا ليث 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 تسمعني أبو خميس ليث مويانا إذا عندك شي ليث وترجع لنا نتمنى تكون موجود يانا بالحلقة ونسمع رأيك أبو فاطمة من سامراء حياك الله حبيب ألو تفضل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا نعم أخي والله سألاني يوم إذا أدرح سؤالي من وراء هاي الموازنة اللي رحنا نقرر يوم نعم أو بعد أنا أقول بسألت لمحمد الشعب صيباني نعم وليسيطة الرئيس انت رحنا بقرر الموازنة نعم ما أكو درجات وظيفية الشعب تفاين حفظ الشعب جواعان أول شيء أنا أقول على المدينة المدينة السامراء من الثين وثلاثة لحد لأن الخراب بيها عدنا ثلاث نواب بيها أربع نواب ثلاث نواب ونائبة بيها نعم سامراء تعيشي سامراء العالم دعما تطلع منها بعد ما تفكر العيش أكون أكون نزل لك تصوير مدينة سامراء وتنزل على قناة الشرقية والسودانية شوفها أبو فاطمة إذا تابع قناة الرافدين ده تشوف الأرقام ما التلفونات اللي موجودة جوه اسمك نعم ده شوف جوها شريط أبيض بأخبار ده تفترد تشوفه المهم تابع القناة هذا الشريط مع الأخبار في آخرة أكو رقمين اسمها نافذة أنت ترى أي رقم من ذن الرقمين اي فيديو من سامراء لأي توثيق عندك حول الأوضاع هناك يطلع للقناة إن شاء الله تدلل حبيقيا والله أنا أتمنى يوصل الصوت الرئيس الرزراء أتمنى يجي يشوف سامراء يفتر منها أعتبر وصل لأنه أكيد سمعوا والله مو ييجي جماعة النواب ما استمرها ما إذكرت معهم إلي قول الموضوع يقبل المحافظة ما يخلوه يشترك داخل المدينة والمواطنين يقوم كلامهم ومعاناتهم للرئيس الرزراء نعم نعم والله تعبنا الحياة تعيشة نعم 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 شكرا شكرا إليك أبو فاط نروح إلى ملف الخريجين والإهمال حكومي متعمد واللي هو الوعد اللي وعدت إلى الأخوة مصطفى من كربلة وأحمد من البصرة وهالة من إديالة اللي حجوا عن قضية الخريجين الأوائل راح نحجي بهذا الملف عنهم لكن بداية راح ناخد تظاهرات الخريجين التربوين والإداريين بالمحافظة أو بالعاصمة العراقية بغداد اللي طالبوا أن يترجوا بموازنة العام الحالي اللي صوت عليها مجلس الوزراء وتظاهرة للخريجين والتربوين افترت بشوارع بغداد لكن الحكومة اللي هي حكومة محمد الشياء السوداني نعطيتهم أدنى الطرشة تردون تشوفون هاي التظاهرة قد أبكم تشوفون بداية بداية بهذا الفيديو أحب أوجه رسالة للعناصر الأمنية اللي قاعدة تبشي وياتظاهرة عاشت إديكم أهنانا تعجبوني وتعجبوني الشعب العراقي تريد تحافظ على الأمن حقك تريد تحافظ على النظام حقك تريد تحافظ على سير المركبات حقك تريد تحافظ على صورة بغداد حقك لكن تضرب متظاهرين أبد مو من حقك إذا مشيت هي المتظاهرين بهاي الصورة لا راح تصير فراغ بينك وبين الشعب ولا راح الشعب يرفضك ولا راح تصير مكروح هاي رسالة من عندي إلى أي منتسب بالقوات الأمنية بابل استغربوا وحشد من الخرجين من التسويف الحكومي ومماطلاتهم لهم للمطالب اللي هما داي قولوها هو هو مطلب واحد بس إيجاد فرص عمل واللي هو نفسه تعين على الرغم إنه هما صار لهم أشهر يظاهرون حتى يوصلون صوتهم بل كت يتعينونوا بمكامة ويعيشون خلونا نسمع سوية حديث واحدة من خريجات مدينة الحلة مركز المحافظة بل فيت شي صعوب حق أبسط حق من حقوقنا اللي هو يعني العقد يعني إحنا خريجين صار مننا سنين يعني مو سنة وسنة حتى العمر صار حرج وطبعا النظار صار النسان سنين أنا الفهو واثمعش الفهو واثمعش يعني بعد كم سنة جماعت يطرعون تقاعد شوكت أتعين شوكت أتعباني على نفسي 16 سنة شوكت أمارس حقوقي فمن غير هاي الناس الفقرة اللي جاي خريجين الفين صاركم سنين بالشارع ماوكي ستجابة ماكو أي ستجابة طبعا يعني مماطلة وتسويف وبدون أي يعني رفت عن مايرفقول عن إنسان أخد يعني ألف عقد إحنا مجموعة ولا واحد طلع من عندنا محقولة كلها راحت واسطات ونباعد ليش محد يباوع لهاي الناس الفقرة اللي صار لها سنين بالشوارع شوكت أخضمتكم اليوم طبعا إحنا عدنا كتاب وغلق غلق المديرية التربية والدرجات الحذف والاستحداث والاستقضاع الوظيفي يعني بما أنه قالوا ماكو تقاعد فهي من ذن يعني من حقنا المفروض يباعون وإحنا جايين مدير التربية عمود يوقع عنا هذن الدرجات كلها نريدها ماعش سنة أو دعش سنة متخرجين ومالاقين تعين ما شاء الله الآن سنروح إلى جماعة مصطفى وهالة وأحمد اللي هما الخرجين الأوائل اللي ديعانون من الظلم والحيف اللي صار عليهم ورا دمج الدراستين الصباحية والمسائية اللي صار بالعراق شنو إنه أكو دراسة صباحية بالجامعات وأكو دراسة مسائية جدت الحكومة ولزقتهم خبط وش يختارون يختارون لثلاثة الأوائل بس من الدراستين كلها بوقت كفلنهم القانون تعين الأوائل من كل الدراستين الماضي لكن من 2017 تغيير اللي سووا أنه دمجوا وسووا هذا الحال الهس سبب صار التظاهرات للمطالبة أولا بعدم دمج الدراستين الصباحية والمسائية ثانيا رفع الظلم اللي ديعانون من عنده وراها الناس غردت على وسم الأوائل المستبعدين من الأمانة العامة خلونا نشوف تظاهرات مواجه العمية في الأحد كفريام كل الأمانة العامة يهس ناس لما شافت هذه الفيديوهات خصوصاً من الخرجين الغردة ومثل ما قلت لكم على وسم الأوائل المستبعدين من الأمانة عامة بتقول غردة تقول يطالبون بإلغاء كتاب 17-4-2021 ذو العدد إقاف على 5-9-655 اللي دمج الدراستين الصباحية والمسائية وأخذ الثلاثة الأعلى معدلاً وسرق حقنا في قانون 67 من دون نص قانوني الميسانية تقول حقوق تسلب وقانون يفسر وفق الاجتهادات وكفاءات تقصى وتهمش أمام أعين أصحاب القرار هل هذه دولة العدالة التي وعدتم بها؟ وهدى تقول سوف نصرخ بوجه الباطل من أجل الأم المصابة بالسرطان من أجل الشيبة المباركة التي تساندنا من أجل إرجاع الحق لأصحابه زلزلوا عرش الظالمين ومية سعد تقول الأواء المستبعدين من الأمانة العامة يا حضرة الرئيس أكو ناس قتلها الحريم البوابة وتسعة ماكوا رأفة بقلبكم عليهم ليش بالحر وما حد يسمع لهم ها تقصد أن الحر قتلهم يام البوابة رقم تسعة فكانت هاي تغريدات الناس على الأواء المستبعدين من الأمانة العامة وعند اتصال من ديالة أبو علي حياك الله يا أبو علي أبو علي يبدو أن أبو علي مدى يسمعني وأعتذر من السادة المشاهدين لكن الخلل ممني من خلل الفساد الموجود بالحكومة بقضية الاتصالات وهو يقلنا هذا الشي فاتخيلوا الناس تدفع فلوس والدق تريد تحت شو ما تقدر السبب ليش أكو ناس أوادم تشتغل مشاهدين بهاي الأيام دا نعيش الذكرة العشرين أو مرور عقديا على الغزو الغاشم للعراق على الأدوان على العراق الحرب اللي قادت إلى احتلال البلد وتدمير ومحوا دولة عراقية وإذا أريد أذكر لكم نتائج الغزو اللي قامت بي واشنطن ولندن وأمريكا وبريطانيا والتحالف اللي بيناتهم على بغداد إراد لموحة 100 حلقة حتى أذكر لكم النتائج ونصبه ومشروع سياسي طائفي مقيت مكروه مرفوض من الشعب ينفذ أجنداتهم خصوصا أجندات إيران اللي تسلمت العراق على طبق من ذهب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية اللي جابت لنا الطائفية وجابت لنا البلاء وجابت لنا المشاكل كلها اللي دا يعيشها المواطن العراقي هذا السبب قسم التواصل الاجتماعي بقناة الرافدين صلت الضوء على المبررات الكاذبة اللي قادت إلى الغزو واللي مهدت إلى أذرع الدعاية المخابراتية من خلال شيطنة العراق قبل تاريخ بدء الأدوان 19-03-2003 دعونا نرى ترجمة نانسي قنقر 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 لم يتم تغييره. لا يستخدم المسائلين للمساعدة. هذه المسائلين يريدون المسائلين لإرادة المسائلين لإمكانهم المسائلين وإمكانهم المسائلين وإنهما يجب أن نعطيه المسائلين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ورح نقرأ لكم بعض التغريدات حسين الرفاعي يقول هسألوا عصرين إذا بتشذب حتى نقول أخذت الثارة بعصرها فالح الفياض المالكي والسوداني يلتقي بوزير الدفاع الأمريكي المتهم بحادثة المطار من هم أولاد السفارة جواد ثاني العطوان يقول بعد وصول وزير الدفاع الأمريكي إلى بغداد ولقائه مع رئيس الوزراء ورجال المقاومة أكد الطرفين بأن حادثة المطار حادث مروري ودفع الله ما كان أعظم وإنا لله وإنا إليه الراجعون والتأمين المرح يصلح مصطفى حازم يقول فالح الفياض رئيس هيئة الحجد الشعبي ونوري المالكي مؤسس الحجد الشعبي يستقبلان وزير الدفاع الأمريكي وعتاب قوي من نوري وفالح لوزير الدفاع على حادثة المطار وصل لعتاب لحد الارتجال بالدارميات وعقيل القريش يقول الثار جب رجلة البغداد والزلم يفك حلقة هاشتاق العار ولا الثار وكانت هاي تغريدات الناس حول هذا الموضوع مشاهدين الكرام لكن أنا أقول لكم قال والزلمة اللي يفك حلقة ما بهم ولا واحد زلمة أصلا حتى يفك حلقة نلتقيكم على خير إن شاء الله مشاهدين الكرام بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باشر بإذن الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة